السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثة 24 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم أو الآن موجود في برج الجوزة لغاية الساعة 229 دقيقة من عصر اليوم الثلاثة بتوقيت جرينج بعدها بدو ينتقل لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 10 و46 دقيقة من مساء يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 41 دقيقة من بعد ظهر اليوم الثلاثة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزل المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وبما أن القمر مازال موجود في برج الجوزة لغاية ساعة العصر معناته نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات تعليمية أو تعلم شيء جديد أو دورة جديدة أو لغة جديدة أو الانضمام لنادي أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم الزاوية الأولى وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع وهي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة الضغط أو المسئوليات وفممكن أنه تعرضهم لبعض الحوادث وما منح سنتحكم في أفكارنا ولا في كلامنا ولا في ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة داعش وثمانية وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب أن نوع من أنواع الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقام والنزاهة في تعاملاتنا أما بعد هذه الزاوية بيبدأ عن خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة داعش وثمانية وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة تنتين وتسعة وأربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تنتين وتسعة وأربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بنتقل بيستقر عنا في برج السرطان عشان هيك من ساعات العصر وما بعد بنشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتها الزائدة من أي شيء حتى لو كان الشيء بسيط عادي بنتحسس منه من حول قلق جوم من الأمان إلا ولا أحبانا لأطفالنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منها أنه يذرف الدموع أتنى التذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة أكلنا وشربنا لأنه بالفترة هاي بتكون شهيتنا مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة خمسة وستة وعشرين دقيقة بعد العصر طبعا هاي الزاوية تأثيراتها بدأت قبل ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة مننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت طاقة عالية جدا وبإمكاننا تعزيز قدراتنا العقلية لأنها بتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث والموجودة لدينا تمنحنا ذكا خيال قدرة على الابتكار وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين ولكنها بتضر بالتركيز بتزيد من ميلة للأمور الفنية التي تتعلق بالسينما التلفز وكل ما له علاقة بالفن أو الوصيلة بالكهرباء وبمي برضو من ميلة تقوية حدثنا وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلي بنا دعوات وعروض تتعلق بسفر أو رحلات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن ننعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الشمس يعني أصبح نصف بدر اللي هو الربع الأخير رح يكون هاي زاوية ذروتها الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعة العصر عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنهبيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وأيضا عندنا الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا المعدة الكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، وغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلي في الرئة وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيبطن الجدار البطن الداخلي بيغط الأعضاء الموجودة داخل البطن الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر طبعا بالنسبة لهذا اليوم زي ما ذكرنا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها بأوقاتها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة إلا لعملية قص المعدة أو التكميم اللي تتعلق بالمعدة ما بننصح فيها أو ما يتعلق بالثدي أيضا ما بننصح فيها خلال الفترة القادمة من ساعات العصر والأيام القادمة طبعا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيبدأ الساعة 10 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يبينتهي الساعة 10 و46 دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المربع عمره 22 يوم الساعة 18 و16 دقيقة مساء نبدأ اليوم الثلاثة وعشرين نسبة الإضاءة بتكون نهاية اليوم خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 عشرة سعيد الآن بنسبة 60 في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة 30 في المية القمر في الجوزة ورح ينتقل للسرطان في ساعات العصر ورح يظل موجود بالسرطان ليوم 26 تسعة سعيد الآن بنسبة 5 في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة 30 في المية ساعات العصر منتحس بنسبة 50 في المية عطارد في العذرة حتى يوم 26 تسعة منتحس بنسبة 10 في المية الزهرة في العقرب حتى يوم 17 عشرة سعيد بنسبة 15 في المية المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45 في المية المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40 في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10 في المية ورنس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10 في المية ونبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10 في المية وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12 عشرة منتحس بنسبة 10 في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبتكون أفكاركم نشطة أو هاي فترة مناسبة للتواصل المثمر مع المحيط أهمش إنك تتكلم بوضوح وما في داعي للإنفعال والعصبية أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية لأن القمر رح ينتقل للبيت الرابع فالأمور اللي تتعلق بالعقارات وتتعلق بالعائلة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتتركز جهودكم نحو ضبط شؤونكم المالية رغم وجود فرصة لمكسب مالي إلا أن النفقات بتكون بتصاعد أهمش إنك تتجنبوا شراء حاجيات ثمينة منكم أشخاص ممكن يبادروا لتسوي مالية أو يعيشوا فترة امتحان تتعلق بالوضع المالي أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والتنقلات والاتصالات واللقاءات بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم وشعبيتكم بتكون بتصاعد طاقة عالية جدا بما أن القمر موجود عندكم لغاية ساعات العصر وعندكم رغبة للانطلاق وممكن تتمم أمور كان صعب أنك تتممها في الأيام الماضية وتفرح لانفراج مهم شخصي أو عاطفي أما من ساعات العصر وما بعد وهنا بصير التركيز على الوضع المالي ممكن بعضكم يحصل على بعض المكاسف المالية أو تعيدوا تنظيم ميزانيتكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بظل القمر موجود في بيت المتاعب فتشعروا بالتعب منال منكم حاولوا فقط إنجاز ما هو ضروري وعاجل من العمل وإخلدوا للراحة وتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة لأنها فترة مخيبة للآمال ما رح تدعمك بالحضوض نهائيا وكثير من الأمور ممكن تتعطل أهم شيء إنه اللي بتشعروا فيه من التعب وتراجع في الصحة والمعنويات بيزول كل ما اقتربنا لساعات العصر من ساعات العصر وما بعد بتمتلقوا نشاط وحيوية وطاقتكم بتصير بأوجها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن وحتى ساعات العصر ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور مناسبة سعيدة أو حفلة أو لقاء أصدقاء وباستطاعتكم الاتكال على أحد الأشخاص اللي بتعرفوهم في سبيل إنجاح مسئولية أو عمل ما أهم شيء إنك ما تحاول المماطلة لأنه القمر بيقترب من بيت متعبك عشان يقدك تثابر وتحاول إنك تنهي أعمالك أما من ساعات العصر وما بعد بتتراجع صحتكم وطاقتكم وحاولوا انك تخلدوا للراحة وما تتخذوا قرارات حاسمة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بيظل القمر موجود في بيت السمعة فبتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبتضل فترة جيدة للي بدهم يقدموا طلبات عمل وبغساكم إتباع جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ابتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب من وقت لآخر بسبب تقلبات الجو أو المزاج أو المحيط ممكن تشعر إنك بامتحان أو ضغط على مستوى حياتك اليومية أهمش إنك تضبط أعصابك وما تجازف وما تخال في القوانين أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتنشطوا بين الأصدقاء واللقاءات الاجتماعية والمناسبات أيضا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بظل النشاط بالاتصالات الخارجية أو مسائل تتعلق بسفر أو اتصالات بعيدة أو تعامل مع جانب أو امتحانات أو مقابلات خلال هذا اليوم طبعا يوم نشط جدا وطاقة عالية جدا ولكن اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد هاي فترة واعدة وغنية ورومانسية أيضا وجيدة للترويج لأعمالك ما ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعاطف مع الأهل أما من ساعات المساء بترغبوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية وأيضا الحفاظ على سمعتكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة أخرى ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن أيضا يجب الحذر من أي خطوة مالية جديدة وضف طاقتك الذهنية البناء لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول أنك تناقش بوضوح طبعا ممكن تظهر المؤشرات لصالحة أو حتى ممكن يكون فيه نوع من أنواع التسوية أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في مسائل تتعلق بسفر أو اتصالات بعيدة أو حتى على مستوى امتحانات أو دراسة جامعية أو مراسلات خارجية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وبظل القمر موجود مقابلك يعني طاقتك ضعيف لغاية ساعات العصر بتظلها فترة مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن يجب الحذر عند توقيع أي عقد أو التزام اتجاه الطرف الآخر بيصعب التفاهم معك وربما تتسرع باطلاق كلام في غير مكانه أما من ساعات العصر وما بعد بتنشغلوا في ضبط أموركم المالية ممكن بعضكم يحل مسألة مالية أو يعني يطالب ببعض الحقوق اللي لقلو برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا العمل بظل يتراكم الآن القمر بيتجه مقابلك تماما طاقتك بدأت تضعف حاول انك انت يعني تنجز ما بتقدر عليه من العمل ما تشتت نفسك انجز الأعمال الضرورية والمهمة نظم جدوى الغذاء وخذ قاست كافي من الراحة وحاذر من الجدال مع الزملاء أو المعاونين وما تهمل صحتك أما من ساعات العصر وما بعد هنا القمر بيصير مقابلك تماما ترغبوا في تدعيم شركاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج الأعمال المشتركة جيدة ولكن طاقتك ضعيفة ما تتخذ قرارات حاسمة وما تعصب برج الدلو طبعا بالنسبة لموليد برج الدلو القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات العصر بتزداد رغبتكم للتقرب من الحبيب أو من أحد الأبناء وتعزيز العلاقة معهم بتكون الحضوض قوية ودعملة إليك وبرضو بضل فترة ممتازة لممارسة هواية أو الاهتمام بالذات كما إنها فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية ولا تلطيف الأجواء أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتتراجع صحتكم شوي وبيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر وحاول إنك ما تهمل صحتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات العصر بتتركز جهدكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعائلية وبتميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو للتعاون معهم رغم إنك بتعيش يعني أسوأ الفترات من ناحية الحضوض والفرص وممكن تعاني من مشاكل شخصية وتسيطر عليك الهموم والأفكار السودة إلا إنه بدك تصبر لغاية ساعات العصر الأجواء كلها بتتغير لصالحك من ساعات العصر بترغبوا في تعزيز علاقاتكم مع الأحبة ابتدعمك الحضوض وممكن ترفع عن نفسك أو تهتم بنفسك وطاقة عالي جدا وجذابه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء